بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في أول بث مباشر من قناة مكافح الحدادية وقد خصصت هذه القناة للرد على هذه الفرقة الحدادية التكفيرية التي نشرت التكفير والتبديع لأئمة وعلماء الأمة وقررت تخصيص حساب تويتر أيضا لنفس الغرض باسم مكافح الحدادية موجود في وصف الفيديو وغرض هذه القناة وهذا الحساب مكافحة هذه الفرقة التي نشرت الفرقة بين الأمة الإسلامية وكذلك أيضا الغرض الأساسي لتخصيص هذا الحساب كي يشاهد هذه المقاطع من يهتم بها فقط بعيدا عن قناة شؤون إسلامية التي تناقش قضايا أخرى مهمة أيضا فلذلك لا حجة بعد اليوم لأحد يقول لي والله إحنا مش عاوزين نشوف لا هذه قناة مكافح الحدادية فمن أراد أن يعرف حقيقة هذه الفرقة وأساليب هذه الفرقة وأول فيديو على فكرة نتكلم فيه عن أساليب هذه الفرقة أسلوب التشغيب أسلوب التشويش كما ذكر الشيخ حسن حسيني سابقا محمد السليمان الشهير باسمه محمد شمس الدين نشر فيديو منذ قليل بعنوان هل سيتصيد المدجنة خلي بالكم والآن يصف خصومه بالمدجنة عشان الناس اللي بيقولك والله فيه ناس بيتكلموا عنه يقولوا عنه حدادي أو كذا هو أصلا من اخترع هذه الألقاب وهو أول من استخدم هذه الألقاب فهو يقول هل سيتصيد المدجنة لأعلم أهل الأرض الددو أخطاءه في تلاوة القرآن وبعدين كتب محمد شمس الدين سأكشف لكم اليوم الطرق الخبيثة لهذا الرجل لخلط الأوراق التدليس الكذب والله تلاعب خطير جدا من لم يتابع القصة من بدايتها نعم أنا أقول أتباع محمد السليمان والله هم في غفلة لأنهم لا يعرفون القصة الحقيقية وبالتالي لو أن الكلام الذي قاله في هذا الفيديو صحيح نعم عليهم أن يكرهوا هؤلاء خصوم محمد السليمان عليهم أن يكرهوا هؤلاء لكنهم لو علموا سياق هذا الموضوع لكتشفوا أن هذا الرجل مدلس وكذاب الفيديو باختصار فكرة الفيديو أنه جاء بقصة لأحد الأشخاص نشر له خطأ في تلاوة القرآن وصحح هذا الخطأ بأنه من قراءة أخرى وهذا لا علاقة له بالموضوع الأساسي ثم بعد ذلك تكلم عن الشيخ حسن الحسيني وقال له لو أتيت لكم بأخطاء إمام من أعميتكم اللي هو الشيخ محمد الحسن ولد الددو وهل ستتصيدون له؟ شوفوا خلط الأوراق القاعدة الأولى قبل أن أعرض لكم الحقيقة الكاملة وأتمنى أن يشاهد هذا الفيديو أتباع هذا الرجل لأنه شفتوا في التعليقات يا شيخنا والله فعلا يتركون أخطاء هؤلاء ويتصيدون لك يا شيخ حرام عليهم والله ما شفت أحد يفعل هذا إلا مش عارف كذا يعني فعلا الناس دي مغيبة ولذلك أنا أسجل هذه الفيديوهات فقط لهؤلاء أنا أدعو الشباب اللي هم أصلا على بصيرة من هذا الشخص ألا يشاهدوا هذه المقاطع أو يعني يشاهدوا ويزدادوا بصيرة في هذا الشخص لكن أتباع هذا الرجل فعلا هو يدلس عليهم ويكذب عليهم في شيء مهم جدا يا جماعة وهو الجميع يخطئون هذه قاعدة هو قالها في هذا الفيديو تعالوا نشوف هذه القاعدة أنا أخطئ وكلنا نخطئ أنتم وعلماؤكم تخطئون في تلاوة القرآن عالي نعم والله صدقت في هذا نعم يا أخواني وأخواتي كل إنسان يخطئ في تلاوة القرآن في أثناء الصلاة في الدروس والمحاضرات وفي أي شيء هذا الأمر طالما أنه مش متعمد وطالما أنه سهو ونسيان لا شيء فيه لا مشكلة فيه فهذه قاعدة صحيحة مئة بالمئة ولكن الذي سيكتشف الإخوة الذين يتابعون هذا الرجل أن هذا الرجل يدلس عليهم وكأن الخصوم يستشهدون بأخطائه في القرآن على أن الإمام النووي إمام وعلى أنهم على حق وأنه على باطل وهذا كذب ستكتشفون أن هذا كذب والله ستكتشفون هذه الحقيقة المرة بعد أن تشاهدوا المقطع الأصلي الذي أخذ منه جزء صغير جدا ثم عرضه قبل أن أعرض لكم هذا التدليس اسمعوا معي الجزء الأصلي من هذا المقطع والقصة كاملة عشان بعد كده تفهموا التدليس اللي هو دلسه على الشيخ حسن حسيني وعلى فكرة أنت يا محمد السليمان كنت تقول يعني هنا واحد يسألك ما موقفك من رد على حسن حسيني ماذا قلت؟ ولهذا أنا لم أرد عليه في حلقته الأخيرة لماذا لم ترد على الحلقة الأخيرة كاملة وتترك السفاس في القطط والأشياء التافهة هذه وموضوع التلاوات الخطأ فيها وكذا تعالوا نشوف المقطع الكامل للشيخ حسن الحسيني ولازم تسمعوه عشان تكتشفوا التدليس والتلبيس الذي فعله هذا الرجل تعالوا نشوف المقطع المقطع ببساطة شديدة هذا الولد هذا الولد اللي اسمه محمد السليمان عنده صبي فبرك فيديو للشيخ حسن حسيني بعنوان أخلاق الحسيني فالشيخ حسن حسيني كان متضايق لأنه الفيديو كله كذب ومبتور وكشف طبعا البتر الذي فيه فكان الشيخ متضايق وقال له يا محمد يا محمد السليمان يعني هل هل توافق أنه أحد يتصيد لك ويفبرك لك مقاطع ويجيب لك مقاطع ويخليك تخطئ في المصحف والأشياء هذه وبعدين عرض الأخطاء التي سترونها الآن شوفوا معنا شوفوا معنا الفيديو كاملا وبعد ذلك إن شاء الله سأعلق عليه مقطع أخلاق الحسيني المفبرك مرفوع على إحدى قنوات محمد شمس الدين إذن هو يتحمل مسؤولية كاملة على كل ما ينشر في قنواته ويأتي الآن ليتملص من ذلك من هذا المسؤول هذا عبث هو في السابق عنده كان مسؤول في إحدى قنواته في التليجرام يكفر الأبي حنيفة أبو جيفة الدجال المرتد المشرك الملحد حصب جهنم أشهد أنه يتعذب في قبره الآن ملأ الله قبره نارا ثم تبرأ منه واليوم يقول أنا ما لي شغل في من يحمل على قناتي طيب من يتحمل مسؤولية والغريب ماذا قال بعد ذلك وأنا لا أقول إنهم أخطأوا بالعكس جزاهم الله خيرا أن نزلوا هذا المقطع الذي بين أخلاقك ما معنى هذا الكلام إذن طيب يا جماعة في أمت الجزء الأول من الفيديو الشيخ حسن الحسيني يعاتب محمد السليمان لأنه نشر مقطع فيديو مفبرك عليه ثم سيقول له هل ترضى ترضى أن الناس تجمع أخطائك بالحق وتنشرها على الملأ اسمعوا هذه هذه تلاعب كذب ممزوج بالسهتار ما فهمت شلون أنت الآن تقول مالي دخل ومقناتي ما أدري إيش وبعد أن تقول بارك الله في هؤلاء ونشروا هذا المقطع ولا ألومهم وهو ما زال لم يجبني على السؤال هل هو يرضى إذا طبعا مدام أنت فرحان بهذا المقطع المفبرك إذا أنت فرحان هل هو يرضى أن يقوم شخص ويجمع أخطائه وسقطاته اسمعوا جماعة الشيخ حسن الحسيني ماذا يقول ركزوا مع هذا الكلام أرجوكم هذا هو أصل الموضوع وعلى فكرة أنا أدعو كل من سيشاهد هذا المقطع يروح يشوف المقطع بتاع هذا الرجل ويشوف حقيقة هذا الفيديو موجود على قناة ردود الميه شوفوا أنا الآن أقول روحوا شوفوه وهتعرفوا كم التلبيس والتدليس الشيخ حسن الحسيني يقول له من باب الإلزام هل ترضى أنه أحد يجمع أخطائك وينشرها اسمعوا هنا السؤال فإن قال لا أرضاه أيها فكيف يرضى لغيره لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإن قال نعم أرضاه أرضاه أي واحد يجمع أخطائي بحق طبعا مقطعه في أخلاق الحسيني فبركة ظالمة لكن أقول لو واحد جمع أخطاء محمد شمس الدين بحق هل يرضى سيقول لو قال أرضاه فهو لا يقول ذلك إلا عنادا وهو لا يدرك إلى أين سيصل الأمر فمن السهولة أن يجمع له مقطعا بعنوان أخطاء محمد شمس الدين في القرآن الكريم صحيح أن ابن مسعود فسر وسع كرسية والسماوات والأرض كرسية والسماوات فقال لقومه كما في سورة نوح وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار شاهدوا من القرآن إذ قال الله سبحانه وتعالى خالدين فيها ثم قال بعد ذلك إلا من شاء ربك إلا من شاء ربك من شاء ربك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمن في قوله في الشهود فإن لم يكونوا رجلين فرجل وامرأتان تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر يقول الله سبحانه وتعالى أم لهم إله أم لهم سبحان الله أم لهم أرباب شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أرأيتم لو تتبع الناس أخطاء شمس الدين هكذا في القرآن فقط لا جمعوا له شيئا كثيرا لكن هذا النموذج فقط وبعد أن تجمع أخطاؤه في القرآن سيأتي الناس اسمعوا الشيخ حسن لا يتبنى هذا الكلام يقول سيأتي الناس مش هو اللي بيقول هذا الكلام مش هو اللي بيتهمه بالجهل مش هو اللي بيقول عليه هذا هتسمعوا بعض قليل ويلزمونه بإلزامات لا تنتهي كان يقول له أحدهم عامل فيها شيخ وإمام ومجدد وشيخ الإسلام ولا تحسن قراءة القرآن ويقول له آخر أنت لا تحفظ القرآن وتأتي لتصحح لأئمة الحرمين ويقول له ثالث اذهب احفظ القرآن أولا ثم تكلم عن النووي مع أني ضد هذه الطريقة أيوة لأنها ليست علمية مع أني ضد هذه الطريقة لأنها ليست علمية يعني الشيخ حسن حسيني ضد جمع أخطاء الناس وضد الاحتجاج بأخطاء الناس في تلاوة القرآن على أي شخص هذا كلامه أنا ضد هذه الطريقة لأنها ليست علمية لكن لو أردت أن أفعل أيوة كما يفعل شمس الدين معي ومع غيري لا استطاع الكثير فعل مثل هذه المقاطع متنوعة بعض أخطاء شمس الدين في القرآن أخطاء شمس الدين في الفتاوى أخطاء شمس الدين في الصلاة أخطاء شمس الدين في مصطلح الحديث وهكذا خاصة وأن مقاطع شمس الدين كثيرة وبثوثه طويلة والذي يتكلم كثيرا يخطئ كثيرا أيوة الله فجمع أخطائه سهل لكن أنا ضد هذه الطريقة ولا أرتضي هذه الطريقة لنفسي أنا ضد هذه الطريقة ولا أرتضي هذه الطريقة لنفسي أكثر من مرة الشيخ يقول أنا لا أرتضي هذه الطريقة هذه الطريقة ليست علمية هو فقط يقول لهذا الشخص أنت عملت لمقطع مفبرك أنا ممكن أعمل معاك هذا الكلام ولكن أنا لا أرتضيه وممكن غير يعمل معاك هذا الكلام ولكن نحن لا نرتضيه وبالتالي هتعرفه بعد قليل كم التدليس عند هذا الولد ولذلك لا أرتضيها لغيري فلا يليق بطالب علم يقطع مقاطع لخصومه ويرفعها للقناة ويقول ما أدري بس زين نزلوه والله يا شيخ صدقني ترى أنت حذفتها ما حذفتها لا يهموني كثيرا لكن هذه يعني عيب في حقك ومنقص بحقك وبعض هذه المقاطع شفت عليقات الناس والله العظيم أنا لا أبالي بها لكن أنا أتيت بذكرها من باب إلزام من باب بيان أن الخصوم عندك إلى أين وصلت فقط نعم هذا كلام الشيخ حسن حسيني كما شاهدتم في هذا الفيديو أول شيء الشيخ كان يرد على فيديو مفبرك لمحمد السليمان الشيء الثاني سأله سؤال هل ترضى هذه الطريقة في فبركة المقاطع ثالثا قال له أنا ممكن أجيب لك مقاطع فيها أخطاء بحق وليست مفبركة ربع شيء قال له أنا لا أرضى هذه الطريقة وهذه الطريقة ليست علمية ولا أرضى بهذا الأمر أكثر من مرة ونقل على ألسنة الناس أنهم ممكن يقولوا عنك كذا وكذا تعالوا بقى نروح للمقطع خلي بالكم هذا المقطع مدته حوالي عشر دقائق أول شيء بصوا بيقول إيه بصوا تعالوا كذا نشوف بيقول إيه يا جماعة جاء بعض الأخوة قالوا لي لا ترهم شغلتهم التصيد هذا راح تصيدي لك شغلة أخرى والحسيني كمان عارضها ومدري إيش طبعا هو الآن يتكلم عن الشيخ حسن حسيني عشان ما حدش يقول إيه بصوا هو بيتكلم عن الشيخ حسن حسيني وحشر اسمه على فكرة هو لو ما كانش يقاب سيرة الحسيني لربما قلنا هناك من نشر هذا المقطع وبالتالي الشيخ حسن حسيني لا علاقة له به لكن هو يقول الشيخ حسن حسيني من ضمن هؤلاء اسمعوا ماذا يقول طيب خلينا نسمع صحيح أن ابن مسعود فسر وسع كرسيه السماوات والأرض كرسيه طيب ركزوا جماعة بعد شوية هيحصل تدليس كبير جدا ركزوا جماعة في تدليس هيحصل دلوقتي هيضيف أشياء للمقطع الشيخ حسن حسيني لم يعرضها في قناته اللينا لسه عرضوا من شوية طيب فسهره بالعلم بعد كده وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه كرسيه لأنها مضمومة لأنها فاعل هذا المقطع هذا هو الذي ينشرونه لا مش هذا الذي ينشرونه يا معلم المقطع الحقيقي أهو مقطع الشيخ حسن الحسيني فيه أخطاء كثيرة وبدون هذا التوضيح مرة أخرى اسمعوا المقطع جماعة صحيح أن ابن مسعود فسر وسع كرسيه السماوات والأرض كرسيه السماوات فقال لقومه كما في سورة نوح وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا شاهدوا من القرآن إذ قال الله سبحانه وتعالى خالدين فيها ثم قال بعد ذلك إلا من شاء ربك إلا من شاء ربك من شاء ربك ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمن في قوله طيب أنتم سمعتوا المشهد قبل كده يا جماعة أمش عاوز أكرر عشان ما أطولش عليكم هو لم يعرض إلا خطأ واحد من الأخطاء الكثيرة التي عرضت في الفيديو فهو يقول هم يعرضون هذا وبعدين جاب مقطع الشيخ حسن ما وضعه ضمنه يعني الشيخ حسن لم يصحح له بهذا الشخص الشخص إحنا ما نعرفوش بصوا جماعة سيصنع رجل القش هو عمر رجل القش عارفين دي طريقة مخابرتية خطيرة جدا يعني أدوكم مثال مثلا عمر سليمان وهو رئيس المخابرات المصرية قتل في سوريا في الخلية المشهورة عارفين أنت الخلية المشهورة اللي هي حصل فيها تفجير في سوريا قتل فيها رئيس المخابرات الإسرائيلية ورئيس المخابرات المصرية ورئيس المخابرات مش عارف إيش أنا حضرت هذه الواقعة وأنا كنت إعلامي وصحفي في صحيفة يعني مشهورة في مصر لا أريد أن أقول ما هي هذه الصحيفة لأنه خلاص صاحبها الله يفك كربه المهم اللي حصل أنه طريقة المخابرات في فبركة هذه المسألة إيش عملوا هم عاوزين ينفوا أن عمر سليمان مات في هذه الخلية لأنه ضيف ضيحة كبيرة أنه يموت مع المخابرات الإسرائيلية ومخابرات البلجيكية ومشعار مخابرات إيش يعني مات مع عدد كبير من رؤساء أجهزة المخابرات فعملوا إيه فبركوا صورة لعمر سليمان وشه متضمر فيها ونشروها على مواقع التواصل على أنه مات في التفجيرات هذه لأنه وجدوا الناس كلها بتقولوا أنه مات في التفجيرات أعلنت وفاته في نفس اليوم فإيش اللي حصل؟ بعد كده لما اكتشف الناس أن هذه الصورة مفبركة بدأوا يصدقوا الرواية اللي هي بتقول أنه مات متطبيعية وما ماتش في هذا التفجير وبالتالي أبعدوا هذه التهمة نفس الطريقة حط مقطع ما لنوش علاقة بالموضوع لواحد بيصحح لناس آية الكرسي على فكرة هو إعراب آية الكرسي وركبوا مع المقطع اللي عرضه الشيخ حسن الحسيني فأوهم الناس أنه هذا هو مقطع الشيخ حسن الحسيني وهيطلع خطأ للشخص اللي هو بيشرح ده هيطلع له خطأ وهيلبسنا إحنا الخطأ كمان اللي هو بيسميهم بيقولك المدجنة وكذا اسمعوا بقى فيهمتوا للطريقة الخبيثة اسمعوا تاني الحتة دي بصوا يا جماعة الخطأ بصوا كده طيب السهره بالعلم بعد كده وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه كرسيه ولها مضمومة لأنها فاعل هذا المقطع هذا هو الذي ينشرونه لا مش هو اللي بينشروه قلنا لكم أنتم شفته طبعا هذا كلامي مع هذا الجزء الآخر اللي هو يقول كرسيه فاعل بداية هو هذا المقطع يكشف لك أنهم أناس يحبون التصيد لا المقطع الطويل اللي فيه أكثر من خطأ يكشف فعلا أنه عندك مشكلة في تلاوة القرآن حقيقة وأنا أقول مرة أخرى الجميع يخطئون لكن حقيقة أنت أخطأت في صورة القدر وأخطأت الخطأ وكررته أكثر من مرة فالأخطاء هنا أخطاء بصراحة بشعة وأنت جالس في الكرسي وكذا هتروح بعد شوية تجيب أخطاء للدد وهو في صلاة الترويح اللي الواحد بيكون مرهق فيها بيكون بيتكلم من رأسه يعني ما بيكونش أمامه مصحف ولا أي شيء ولا كمبيوتر ولا أي شيء يعني الأخطاء تتفاوت لكن مع ذلك نحن نقبل أنك تخطئ في هذا المقام بس المهم لا تتلعب بالناس لا تقول هذا هو الخطأ لا فيه أخطاء أخرى شنيعة تعالوا نسمع ليش؟ لأن الشخص هذا بنفسه أخطأ اسمع وسع وسع طيب أنا ما لنحن بهذا الشخص إحنا ما لنحن بهذا الشخص اللي أنت حطيته في الفيديو أقحمته في الفيديو ما للشيخ حسن الحسيني بهذا الشخص كي تقحم اسم الشيخ حسن الحسيني مش بعيد أن تكون فبركته ونشرطه على مواقع التواصل زي ما بيعملوا المخابرات عشان الناس بعد ذلك تأخذ الفيديو وتعلق عليه وتقول والله حطولي خطأ والرجل الذي يصحح لي أخطأ شوف يا جماعة الخباثة شألت لكم هتشوفوا دلوقتي أساليب خطيرة جدا هي وسعة لكن لما أخطأ بها منتبهوا إلى خطائه وأتوا به على أنه هو الذي يعلمني القراءة الصحيحة مين اللي أتى بهذا؟ مين اللي أتى بهذا؟ مين هذا الكلام؟ الحلقة يا جماعة دخلوا على الحلقة بتاعت الشيخ حسن الحسيني من الديا 37 الحلقة موجودة أكثر من 20 كذبة في كلام محمد شمس الدين وموقفي من المباهلة ديا 37 اسمعوا كلام الشيخ حسن في الموضوع بالكامل لن تجدوا هذا المقطع الذي عرضه في هذه الحلقة من وين جاء هذا المقطع؟ والله ما أعرف مين اللي نشره؟ الله أعلم أنا ما أعرفش لكن أن تقحم اسم الشيخ حسن حسيني وتخلط الأوراق عشان تتلبس الناس أشياء وتطلع نفسك ليش ما تقول أخطأته خلاص؟ اطلع كده قول المقطع هذا يا جماعة منشور وفعلا أنا أخطأته وجل ما اللياسه والله عادي جدا والله الناس تحترمك الناس تحبك وانتهت القصة مش لازم كل ما حد يجيب لك خطأ تقول تم فلان أخطأ تم الشيخ فلان وإمامهم ليش هذا الفيلم وليش تعمل هذا وليش تثير البغضاء بين الناس؟ يعني أنت ليش تثير البغضاء بين المتابعيك ومتابعي الشيخ حسن حسين مثلا خليهم يدخلوا في بعض وهذا يقول والله الشيخ حسن ما قال وهو قال وكذا وناس يشتموا بعض في التعليقات والله شتائم أتباعوا يشتمون الناس شوفوا الخبث والخباثة يا جماعة تعالوا من تبهوا لخطأه لماذا؟ لو كانوا يخالفهم في أصل عقيدتهم وأصل دينهم والإمام مو الإمام عند الروافضة ما تكلم عن الروافضة تكلم عن اللي عندهم الإمام كل ده حشو كلام ومالوش لازمة خلاص لو كانوا يخالفهم لانتبهوا إلى خطأه وما أتوا به ولكن أنا انتبهوا إلى خطأه ولا حد شاف الفيديو هذا ولا حد علق عليها محمد السليمان الفيديو الأصلي للشيخ حسن حسيني ليس فيه هذا الكلام أهو هعرضوا لكم من اليوتيوب عشان بس محدش يقول حاجة هعرضوا لكم من داخل اليوتيوب يا جماعة عشان بس نسؤه وان أخطاء محمد شمس الدين في القرآن الكريم صحيح أن ابن مسعود فسر وسع كرسية والسماوات والأرض كرسية والسماوات فقال لي قوم فين بقى المقطع اللي هو قال عليه فين المقطع اللي الراجل بيفسر فيه يا جماعة مش موجود لماذا تدلس على الشيخ حسن حسيني وتحشر اسمه في هذا الموضوع لماذا يا رجل لماذا تفعل هذه الأفعال الصبيانية هذا تدليس انت اللي بتدلس انت اللي بتكذب على الناس كنت تستطيع أن تخرج في كلمة واحدة وتنهي القصة أخطأته وجل من لا يسهو ولا تطلع تبرر ولا تطلع تجيب فيديوهات لفلان أخطأ في صلاة الترويح وهذا إمامهم وهذا شيخهم وأعلم أهل الأرض والقصص هذه طبعا هو بعد ذلك بعدما عمل رجل القش هذا بدأ بائه يحلل يعني بدأ بعدما عمل الفيلم اللي هو عمله ده وقاب الخطأ وقاب كلام في حلقة سابقة يقول أنه كنت في حلقة مصابيح واحد جاب لي تلاوة بقراءة أخرى غير القراءة وكذا وكذا ما أحد ما نعرف عن هذا الموضوع ما ندري عنه أصلا يعني هذه ليست لا علاقة بس هذا برضو من باب تمهيد عقول الناس أنه فيه ناس بتتصيد له تعالوا نسمع بعض كلامه خلينا نعمل تجربة لنتأكد هل الذي يخطئ في قراءة القرآن خلينا نشوف الأوصاف التي هم مين اللي ألزمك بهذا أنت مش محتاج تعمل هذه التجربة الشيخ حسن الحسيني قال بالحرف الواحد أنا لا أرتضي هذه الطريقة قال لا أرتضي هذا الكلام ومش عاوز أكرر لأن الناس سمعوها يستغلون مثل هذه الأشياء لوصف مخالفهم بها جاهل طويل بعلم ليس بطالب علم ما أحد وصفك بهذا الكلام يا رجل ما أحد وصفك بهذا الكلام ولا أي شيء الرجل كان يقول لك الناس هتقول عليك هذا كذا 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 ولكن أنا لا أرضى هذا الكلام هو قال يعني أنت لو عرضت كلام الشيخ حسن حسيني لفضحت نفسك لكن أنت بتعملها إيه شو يعني أنا بقول له أنا لا أستبعد أنه هو الذي نشر هذا المقطع وبعدين بعض الناس كتبوا وتعالى وكذا وأنت أخطأت وأنت مش طالب علم فيلم فيلم هندي متصدر النووي إمام متزدر مين قال أنه نووي إمام بسبب أن أنت أخطأت في تلاوة القرآن من الذي قال تسبب قبل أن يتحصرم جاهل حتى في القرآن النووي عنده الرياض الصالحين والله كذاب كذاب لا يعرف كراءة القرآن ما دري إيش هذه الأوصاف كلها التي يصفون بها مين اللي وصفك مين مين يا رجل حدد أسماء الإنسان يستغلون يعني مثل هذا ليصفوه بها هل هي فعلا هم يصفون بها من يخطئ أثناء تلاوة القرآن أم لا رجل القش من قال لك أصلا أنهم وصفوك بهذه الأوصاف أو أنهم جزموا بأنك بهذه الأوصاف إذا وقعت في أخطاء في تلاوة القرآن رجل القش اللي صنعه من شوية جماعة أنا سمعتكم كلام الشيخ حسن حسيني لا أريد أن أكرر راح عمل إيه راح جاب تلاوات للشيخ محمد الحسن والد الدد وقعد يتفرق عليه وطبعا يا جماعة بصوا اللي يشوف وشه وهو قعد يتفرق الولد كأنه يعني وجد سبيك الذهب أو وجدت أخطاء عند الدد وطبعا رجل بيصلي صلاة الترويح واضح أنهما في مسجد بدون مكيفات ومسجد قديم أنا ما أعرف وين هذا المسجد ويخطئ كما يخطئ الجميع على فكرة في صلاة الترويح بالذات وصلاة التهجد عموما يعني أنا لم أحضر صلاة الترويح إلا والإمام يرد كل مرة لازم يخطئ في شيء لازم إلا إذا كان طبعا بيقرأ قراءة قصيرة لا ده ممكن يعديها أنا أتكلم عن الناس التي تقرأ بأجزاء من القرآن أو كذا مش الناس الأمة اللي في تركيا الحمدين يجلس لك خمس دقائق تكون خلصانة الترويح كلها لا أنا أتكلم عن الشخص الذي يقرأ أجزاء من القرآن انتبهوا عشان ما أقول لك شيء إزاي الناس ما بتغلأ فيه ناس بتقرأ وما بتخطئ لا أنا أقول لك أنا في المساجد التي أعرفها يجب أن يخطئ الإمام في آية أو شيء ونس ترده المهم فإنت جايب مقطع كهذا تقارنه بأخطاء واحد جالس في مكتب في المكيفات جالس في مكتب في المكيفات وقدامه الكمبيوتر وقدامه الكتب زي ما كده في مقارنة لا في أخطاء يعني هناك فرق وزي ما قلت لك كنت تستطيع أن تقول يعني أجل مع أخطاءته أو ما تتكلمش يعني أصلا مش بحتاج توضح أصلا لكن طالع يجيب لك أخطاء الدد وشوفوا شوفوا شوفوا بوصل الشاشة شر يعني ناقص يطلع من عينيه شعاع كده شر شر بيبحث عن الأخطاء هو ده شكلته ولذلك هو الآن أصبح يقول لك أنا ما أريد أرد وين؟ ما أنت بترده هو قال لك أنا مش عاوز أرد على حسن حسين بترد على الحلقة الطويلة ساعتين وشوية حلقة الشيخ حسن حسين يا جماعة ساعتين وسبعتاشر دقيقة كلها أمور علمية وفيها أجزاء هو الشيخ حسن في بداية الحلقة قال أنا سأرد على بعض الأمور الشخصية وعندي بعض الأمور العلمية سيبك أنت من الأمور الشخصية ورد على الأمور العلمية بدل أنت الآن الذي تشخصن الموضوع وأنت اللي بترد على التفاهات يعني تخيلوا يا جماعة بيقولي على الشيخ حسن الحسيني بصوا بيقولي والله واحد بيقوله بصوا كده يقول ما موقفك من رد حسن الحسيني علي أنا في الواقع ما شاهدته كاملا شاهدت بعض المقاطع منه لم تشاهد إلا المقطع بتاع أخطاء التلاوة ومقطع البسس الأطط وفوجدته كالأطفال وعلى فكرة وصف الشيخ حسن حسيني مثل مراهقات التيك توك والله عيب والله عيب يا جماعة لا أشبهها إلا بأفعال المراهقات من مشهورات السوشيال ميديا تخيلوا يتهم الشيخ حسن حسيني بهذا الكلام طب لماذا ترد لماذا تقوم بعمل حلقة كاملة لترد على هذا الجزء الصغير من الحلقة اللي إحنا كشفنا أن أنت بتدلس فيه ولا ترد على الحلقة كاملة معامل نفسك ما شفت على فكرة المقطع هذا في الدقيقة 41 يعني أنت شفت 41 دقيقة لم يستوقف فيها إلا هذا الموضوع شوف يا جماعة الدجل يضحك عن الناس ويقول لهم والله ما أخذتش ما أشفتش الحلقة وكذا بس شاف القطط اللي هي في آخر الحلقة ولا في نص الحلقة وشاف المقطع اللي هو بتاع أخطاء التلاوة وزي ما قلنا الشيخ حسن حسيني لا يقر هذا الأمر ويقول أنا أرفض هذه الطريقة لكن هي اللعبة ولذلك هو عمل رجل القش وتلاعب بالناس وفي الخاتمة بقى تعالوا بقى نشوف الخاتمة يا جماعة تعالوا نشوف نهاية الفيديو إيه عشان أنا طولت عليكم أنا بس حبيت أشرح لكم في هذا الفيديو وسمحوني الفيديو هدفه الوحيد أكشف لكم أساليب هذا الشخص في الرد على الناس يخلط الأوراق يحط مقاطع مالهاش علاقة يجيب قصة مالهاش علاقة بالشخص يحشر شخص في الموضوع زي الشيخ حسن حسيني وبعدين يجيب واحد زي الشيخ الحسن ولد الدد ويعمل باقيه مغالطة رجل القش خلط الأوراق طريقة استخباراتية طريقة خبيثة اسمعوا ماذا قال في نهاية الحلقة فنريد منهم إن كان فعلا هذا دليل على أن الإنسان جاهل ما حدش قال لك كده يعني الشيخ حسن حسيني ما قالكش أني أنت أن ده دليل أن أنت جاهل وإذا أتيت بهذا الكلام فتكون أنت صادق الحلقة موجودة اتفرجوا علي والله أدعو الجميع يتفرجوا على الحلقة يا جماعة حلقة مهمة جدا ما حد قال لك أنك جاهل هو قال الناس هتقول عنك هذا الكلام وأنا لا أرضى بذلك وليس عالم وليس بطالب علم وأنت عالم وأنت عالم ولا يحق له الكلام في العقيدة والنووي إمام ما حد قال أنه النووي إمام لأنك أخطأت في في تلاوة القرآن الكريم أبدا والله هذا أقول هذا سفيه الذي يقول أن دليل إمامة النووي هو أخطاء محمد السليمان في القرآن الكريم هذا إنسان سفيه لا دليل إمامة الإمام النووي العلم الذي تركه تزكية العلماء له القبول الذي وضع له في الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى بين أهل الحق وليس بين أهل الباطل لأنه هذا عنده عنده خلل في التفكير يقول لك والله تم فيه فلان الفلان وضع له مين تكلم الآن عن رجل وضع له القبول بين أهل الحق بين علماء أهل السنة الجماعة وزكاه علماء أهل السنة الجماعة فالدليل على إمامة النووي العلم الذي تركه لنا دليل على أن هذا الرجل عالم فعلا تزكية العلماء والشيوخ الحددية أمثالك أنت وصبيانك اللي جرأتوه مع التكفير والتبديع فهذا ليس دليل على إمامة النووي أخطائك في التلاوة فلا هو بده يكون دليل هذا على أنه نووي ليس إماما ولا إيش مدري إذا كانت هذه الأدلة أدلة علمية جدا لماذا لا ترد على الأدلة العلمية في حلقة الشيخ حسن حسيني لماذا لا ترد على الأدلة العلمية للشيخ أبو عمر الباحث يا خبر ياضع الشيخ أبو عمر الباحث الله يأدبك جلدك جلد أبو عمر الباحث يا جماعة أكثر من حلقة يرد عليه ويرد على صبيانه وهو عامل نفسه ميت ولا كأنه شايف أي شيء ولا حتى بيجيب سرطه على اليوتيوب جالس وما فيها شخصية ولا تكلم عنه ولا عن أمور الشخصية حلقات علمية بحتة للشيخ أبو عمر الباحث لم يرد عليها سيبك منه حسن حسيني مع أنه شيخ حسن حسيني رد عليك علميا وين كان رد الشيخ حسن أبو عمر الباحث ولا فجأة يا جماعة فجأة محمد السليمان أصبح ما بيحب الردود اللي حياته اللي عنده قناة اسمها الردود ما بيحب الردود أنا أول مرة أشوف على الواحد تروح الواحد فاتح محل مثلا مثلا أدوات كهربائية يقول لك أنا ما أبيع أدوات كهربائية هذا هو أصبح فجأة لا يحب الردود العلمية فالشيخ حسن الحسيني قال لك أمور شخصية طب الشيخ أبو عمر الباحث لم يذكر أي أمر شخصي قال الله قال الرسول قال الصحابة قال العلماء ما يخرج عن هذا الإطار ما يتكلم من الشيخ أبو عمر الباحث هذا على فكرة طريقته أنت تعلم من الذي يشخصن الأمور ومن الذي يجبر الخصوم على الكلام في الأمور الشخصية أنت اللي شخصنت الأمور أنت اللي بتبلغ على قنوات الناس اتق الله في نفسك وبطل وكف عن هذه الألعيب حتى أنه بيوهم أتباعه الآن أنه فيه ناس بيبلغوا على قنوات وتخيلوا يا جماعة واحد مبلغ على قناتي وحذف منها أربع فيديوهات وحذف فيديو من عابر السبيل وحذف فيديو من أبو الحسن الأزهري وجالس يضحك على أتباعه الآن ويقول لهم حذفوا لي فيديوهات يا خبر ضربني وبكى وسبقني واشتكى عندنا مثل في مصر يعني فعلا يعني رمتني بدايها وانسلت تعالوا نكمل عشان نختم الفيديو على أن الإنسان هذا جاهل ولا يحق له الكلام في العقيدة ما حدش ألزمك بذلك لا يا جماعة الذي يخطئ يعني هو في تلاوة القرآن الكريم بس بصراحة أنت أخطائك فادحة بصراحة يعني دعني أقول خطأ عن خطأ إفري يعني لو بتصلي الترويح بالناس ورينا صلتك في الترويح يا رجل يعني اطلع كده صلي الترويح بالناس وسجل هذه التلاوة أو سجل تلاوة طويلة اسمعوا يا جماعة أرجو منهم أن يعرضوها عندهم على قنواتهم ومنصاتهم مش محتاجين احنا مش بنعرض أنا أصلاً ما عرضتش المقطع بتاعك إيه رأيك يعني المقطع باقي معه هأقول لكم على معلومة أنا أطاعت الفيديو بتاع الشيخ حسن حسيني يعني طلعت منه 15 مقطع هذا المقطع بالذات لم أنشره على قناتي لماذا تخطيت هذا المقطع لأني أؤمن بأن هذه الأخطاء ممكن أن يقع فيها أي شخص زي ما هو قال وهذه قاعدة يتفق عليها الجميع أي إنسان يخطئ لكن هو جالس يخلط الحابل بالنابل ترك السياق الأساسي للكلام الشيخ كان يقول له هل ترتضي أنه إحنا نجمع لك أخطائك محمد السليمان زي ما أنت بتبتر المقاطع وتنشر مقاطع مسيئة لي والله هذا كلام الحلقة أنا عرضتها لكم اسمعوا تاني التي خصصت للرب على أهل السنة و أنت أهل السنة أنت أهل السنة أنت سدأت نفسك أهل السنة أي أنت بتعمل أي أنت إيه شغلتك يعني الأهل السنة أهل اشتغالات هو الآن أصبح أهل السنة ومن يرد عليه هم أشاعرة ومبتدعة ومدجنة وكذا تخيلوا عمل نفسه هو الدين الآن أصبح هو الدين وهذه مصيبة عند أتباعه يا جماعة هذا المسلك ليس مسلك أهل العلم ولا مسلك السلف يلتمسون الأعذار للعلماء ما في هذا الكلام ما في أحد فعل ما فعله هذا الرجل منذ الصحابة إلى يومنا هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث أبدا أنه يجي شخصي يبحث عن زلات وأخطاء العلماء ويعرضها على عامة الناس لأنه لو فعلنا ذلك كل إمام لديه أخطاء فيطلع واحد يقول لك والله فلان الفلاني هذا جهمي وهذا زل في القدر وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا الإمام الحميدي لما جمع أخطاء الشافعي وهذا الكلام موجود في كتاب الجرح والتعديل لما جمع الحميدي أخطاء الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل قال له يا رجل تمر على مئة مسألة وتجد أخطاء في خمسة ولا عشرة فبما معناه خذ ما صفى ودعمه كدر يعني بما معناه زي ما قال الشيخ حسن حسيني كذا يعني خذ النافع وترك الشيء السيء هذه الأخلاط لم يأتي أحد من قبل ويطرح على عامة الناس والإمام النووي أبدا ما في أحد يقول أنه لا يخطئ وجميع أئمة الإسلام حتى الشيخ الإسلام من تيمية حتى الإمام أحمد بن حنبل له أخطاء إيش رأيك كل العلماء يخطئون رحمة الله عليهم معقول فيه إنسان عاقل يفعل هذا الكلام مع أئمة وعلماء الإسلام اللي بيعمل كده واحد قلبه اسود إنسان أسود القلب والله يا جماعة الإنسان يميل دائما إلى الإعذار إلا إذا كان إنسان دنيئ يبحث عن هذه الهفوات للعلماء ولذلك هو الآن يتأفف من الرد عليه قلك ليش ترده عليها وليش كده ما هذا إحنا بنعملك بالمثل نريد أن نكشف لك أن طريقك هذا خطأ طالع مثلا يعني والله يا جماعة من الأشياء المضحكة التي أختم بها المشهد هذا المشهد كوميدي يعني عبثي بامتياز واحد يا جماعة قعد يجيب له أخطاء أخ شاب من العراق قعد يجيب له أخطاء وكذا 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 تعرفوا إيش رد عليها جماعة بص يا جماعة بص يقول إيه فأنت ليش يجد هتدور على أخطاء يا أخي اتق الله ليس هكذا يتعامل المسلمون يعني أنت الآن يا رجل تقول هذا الكلام وإنت حياتك كلها مبنية على أخطاء الآخرين الشهرة يعني اليوم أنا شفته ناشر منشور على المنتدى يقول فيه أن قناة وصلت سبعمائة ألف وكذا هو يعني اشتهر وكذا والله أنا لا يشرفني أن أشتهر على أكتاف العلماء بالطعن في العلماء والله هذه شهرة باطلة وستقف أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة والله أنا لو أموت مغمور لا يعرفني أحد خير لي من أن أشتهر ويصبح عندي ملايين المتابعين بسبب الطعن في الآئمة والعلماء معروف بإيه أنت إيش معروف بإيه محمد السليمان معروف أو محمد شمس الدين كما يسمونه حوله أذكر محمد شمس الدين أحيانا ومحمد السليمان أحيانا اشتهر بإيه الطعن في العلماء هذا ما عرف عنه الطعن في العلماء وتتبع زلات الناس فعلا تصيد زلات الناس وتصحيح للناس وفلان وعلان وكذا الحمد لله أنا والله لا أتشرف بهذه الشهرة ولا أحد يغبطك على ذلك صدقني أنت تنفكر أنت لما تنشر أنت عندك سبعمائة ألف متابع أنا عندي مليون وربعمائة ألف في القناة الأخرى يعني ضعف هذا الرقم أنت تنفكر أننا مثلا هحسدك أو هغبطك والله أنا مشفق عليك والله مشفق عليك أنك أنت تفرح بالشهرة على أكتاف العلماء وهذا الكلام كله مسجل عليك يوم القيامة ستراه في صحيفتك كل من كفروا وبدعوا العلماء كل من طعنوا في الإمام النو بهذه الطعون الشنيعة وقل لك الصنم هذا الذي مات لا يعرف ربه هذا الذي فعل كذا والله ستقف أمام الله بهؤلاء جميعا إن لم تتب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليك لكن أنا شخصيا أتمنى أن أكون جاهل لا أعرف شيئا ولئني أكون عالم وأقع في العلماء بهذه الطريقة أتمنى أكون مغمور ما حد يعرفني ولا حد يشوفني في الشارع يعرفني خير لي من أن أكون بهذه الشهرة على أكتاف العلماء الحمد لله يعني أن قناتي لا أتفاخر بذلك هذا كل منفضل الله سبحانه وتعالى لماذا اشتهرت قناتي ولماذا اشتهرت قناتي لأني أفضح الكفار أفضح الغرب نعم كشفت دين الغرب وحقيقة الغرب فعندما أتفاخر بأن قناتي اشتهرت اشتهرت بماذا؟ بملف مهم جدا للذب عن الإسلام من هذه الأكذوبة التي كان يعيرون بها المسلمين الدول الغربية المتطورة وأنتم متخلفين وأنتم كذا كشفت أن هذه الدول في أحط دركات الإنحطاط دول منحطة دول فيها كل الجرائم والمبقات والشذوذ وغيرها فاشتهرت قناتي بذلك والحمد لله رب العالمين وأنا سعيد بهذا الأمر وأتشرف بهذا الأمر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لمزيد من فضح هذه الدول الغربية الكافرة التي تحارب الإسلام دول حربية تركت الدول التي تحارب الإسلام وجالس تنتقد العلماء أسد على العلماء ونعامة أمام الألمان ولما حد يكلمك تفكر يقولك هذا مخبر وهذا كذا يا رجل اتق الله إذا كنت جبان أمام الكفار الكافر الأصلي الذي يحارب الإسلام الذي ينشئ مساجد بين قوسين للشواذ يختطف أطفال المسلمين ينشر الشذوذ الجنسي ويحارب الفطرة ويعلم الأطفال الجنس وينشئ كلية إسلامية لمحاربة الإسلام واختراقه من الداخل إذا كنت أنت تجبن عن الكلام في هذا الأمر خوفا على أمور شخصية خوفا على أمنك خوفا على مساعدة مادية فمن باب أولى أن تسكت عن العلماء هكذا الناس يحتجون عليك هكذا يلزمك الناس بأنك أنت أسد على العلماء لكن عند هؤلاء نعامة دجاجة أنت المدجن إذا أردنا أن نطلق وصف المدجنة فأنت المدجن على كل حال هذا هو يعني نهاية المقطع زي ما أنتم تشوفوا لنرى هل فعلا هم صادقين فيما يقولونه ولا ستختلف المعايير الآن ما في حد أصلا ما في حد ألزمك ولا قال لك أن أنت لازم تنتقد أخطاء الناس في التلاوة إذا كانت هذه الأخطاء صادرة من إنسان يؤمن بإمامهم طبعا ما في حد ألزمك بهذا الشيء وأنا كشفت لكم في هذه الحلقة التي طالت زيادة عن اللزوم أسلوب من أساليب هذا الشخص عشان مش كل مرة على ذكرة مش كل مرة سأجد له هذا الأمر أطلع أعلق عليه لا خلاص أنت كده عرفته أنه هذا الرجل لما يحب يرد على واحد أول شيء يصنع رجل القش وبعدين يرد عليه يخترع قصة ويجيب قصة من الشرق وقصة من الغرب ويفبرك فيديوهات ويلعب اللعبة ويحشر اسم حسن الحسيني وشيخ الحسن ولد الدادو وبعدين يقول لهم هيه ليش ما تنتقدوا أخطاء حسن الدادو زي ما تنتقدوا أخطائي ما حد أجبرك على ذلك ولا حد طلب منك ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل إن شاء الله نحن لكم بالمرصاد وهذه القناة كما قلت لكم مخصصة لهؤلاء في حساب على تويتر اسمه مكافح الحدادية هذا حسابي أيضا إن شاء الله سوف أخصص هذا الحساب وهذه القناة للتصدي لهذه الفرقة التكفيرية هذه الفرقة التي فرقت شمل المسلمين هذه الفرقة التي أصبحت طعن في خاصرة الإسلام هذه الفرقة التي أصبحت ططعن في العلماء وتبدع وتكفر لدرجة أن بعض هؤلاء السفهاء صاروا يكفرون أئمة تركيا ويحرمون الصلاة خلفهم ويحرمون الذبائح وهكذا ما باقي لهم إلا أن يحملوا السلاح ويقتلوا المسلمين وبالمناسبة هؤلاء فيهم شبه كبير من الخوارج لأننا لما ناقشنا أحد هؤلاء الأشخاص قال الكفار كده كده كفار لكن أنتم أنتم مرتدين أنتم كفرتم بالإسلام أنتم جهمية أنتم كذا ولذلك عندما يتمكن هؤلاء وإن شاء الله لن يمكنوا سوف يقتلون المسلمين قبل الكفار كما يفعل الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وإن لله وإن إليه راجعون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته